مثل ما هو واضح أنه كان هناك إشكالات حول هذا النظام لأن أساساً النظام البرلماني في كل دول العالم هو نظام محاصصة ولذلك أنا بصراحة ينبغي أن أكون واضح وصريح وجداً دقيق كل صيحات التي تتحدث عن رفض المحاصصة غير واقعية لأن أساساً النظام السياسي في البلد هو نظام محاصصة نظام صفقات واتفاقات وإتلافات لتشكيل الحكومة ولن تكون هذه الاعتلافات ولن تكون هذه الصفقات ولن تكون هذه التشكيلات الاعتلافية ما لم تكون هناك نوع من تقاسم الصفق إذن طالما أستاذ خالد وهذا الحقيقة أمر دارج في كل العالم بس أكمل هذه النقطة ساد نجم وأرجع لك المسألة الحيوية المهمة اللي ينبغي أن نلتفت إلها أن كل عمليات اللي طرحت للتغيير لأنه فعلاً لا يوجد إجماع وطني لا يوجد فعلاً خلي أسميها تشارك في صناعة المسار السياسي يعني إذا تتذكر جنابه كل ما كنا ندعو إلى عملية إجراء استفتاءات حولها بعض المواد تغيير بعض المواد الدستورية معالجة بعض النقاط الخلل كان أمامنا نقطة عائقة اسمها الإحصاء السكاني كان هناك نقطة عائقة اسمها الأوضاع الأمنية كانت تتحول دون إجراء استفتاءات ولو أن هذه المسائل حلت في وقتها وتم معالجتها بأي كيفية كانت كان بالإمكان معالجة كثير من النقاط الضعف والخلل بالنظام السياسي وبالحقيقة صحيح الآن الدستورنا هو من أنواع الدستور الجامدة ولكن بالإجماع الوطني والتشارك في تبني بعض القضايا الاستراتيجية والرئيسية بالإمكان تعديل وتعديل كثير من المسارات الخاطئة طيب أستاذ خالد أنت تقول الآن علنا وصراحة وعلى الهواء مباشرة أن النظام السياسي أو الطبقة السياسية بمجملها التي تشاركت في الحكومات التي تعاقبت هي كان يحكمها نظام صفقات ونظام اتفاقات إذن الصفقات والاتفاقات هي التي غيبت المشروع الوطني بإرادة حزبية وانشغالها بصفقاتها واتفاقاتها على أساس القانون وعلى أساس الدستور إذن جافت كل الأنظمة التي تحكم أو التي تستطيع أن تخلق بيئة سياسية آمنة لمصالحها ترجمة نانسي قنقر